لم يحتمل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ابقاء غضبه من سياسات رئيس الوزراء الحالي حيدر لعبادي خلف الكواليس فكشف عن تأييده سحب التفويض النيابي من لعبادي على الرغم من تحذير المرجع على السستاني من عرقلة الإصلاحات على المعتقاد منذ اللحظة الأولى التي كلف بها السيد العبادي لتشكيل حكومته وكاملته وزارية كان هناك رفض من قيادات دولة القانون وهذا ما شاهدنا في المؤتمر الصحفي بأن السيد العبادي ليس مرشح حزب الدعوة ولا دولة القانون إذن كان هناك رفض علني من قياداته على رأسها السيد المالك السيد المالك اليوم له طموح ليس بالعودة لرئاسة الوزراء وإنما بإزاحة السيد العبادي من رئاسة مجلس الوزراء لأنه يعتقد كانت هو حصة وكان هناك قدرا الحصار السياسي الذي يعاني منه العبادي داخل كتلة دولة القانون قد يدفعه للبحث عن حلفاء جدد يتعكز عليهم برلمانيا لتمرير حزم إصلاحاته وتشكيل جبهة جديدة تضم العرب السنة والأكراد وبعض أطراف التحالف الوطني أتمنى على السيد العبادي حتى يعرف نوايا الكتلة السياسية صادقة أم غير صادقة أن يذهب إلى تشكيل حكومة حكومة كفاءات ما يجي بناها من حزب الدعوة أو من محاصصة من السنة ومن الشيعة أو من هذه الأسماء اللي نسمحها لا تأتي كفاءات مستقلة وتجي للبرلمان إذا ما صوتنا عليها سفينة الإصلاحات التي بدأت مسرعة ومن ثم غرقت في بحر التردد بحسب المتابعين أتاحت لقراصنة السياسة الانقضاض عليها ووضعها داخل قفص مفتاحه الوحيد العودة إلى التوافقات السياسية القائمة على أساس المحاصص الطائفية التي ينبذها الشارع العراقي تأييد المالك سحب التفويض النيابي من الإعبادي يشبه بحسب المتابعين انقلابا أبيضا بوجه السلطة الحالية يدعمه في ذلك تأييد برلماني تمثل أخيرا بقرار تحجيم الحزم الإصلاحية حيدر لأسادي سكاي نيوز عربية بغداد موسيقى 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 موسيقى